اللي بيخلي الناس توقف اللي ما عندهمش حد بيدلهم على الطريق ليه بقى؟ لان الاقتداء لو مش موجود انت مش هتقدر تمشي وحدك امتى اخر مرة سألت نفسك السؤال ده؟ لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وحد مثلا غدر بيك انت ليه بتوجعنا كده؟ شمعنا يعني الغدر يعني عشان الناس بتقول الغدر كتر حضرة النبي لو قالك ان لو انت مع حضرة النبي وحد غدر بيك حضرة النبي كان هيقولك ايه؟ ايه اللي كان هتشوفه في وجه حضرته صلى الله عليه وسلم لو كان معاك هو كان هيقولك ايه؟ هيقولك ان الوقت ده هو وقت ظهور مكالم الاخلاق وده امر مهم ان انت يكون عندك من يساعدك على مكالم الاخلاق ورزاك رسول الله سلم هو قدوتنا في الطريق في العيش بالمحبة قلوا ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله ولو ما عملتش ده على اقل خمس مرات ان انت تستحضر ان انت تكون مع رسول الله فانت فقدت بصلة الاقتداء ومن تمام الاقتداء انك تبحث عن مرشد ودليل فيأخذ بيدك الى رسول الله حد يعرفك ازاي تعيش مع رسول الله رقم خمسة واخر حاجة الارتواء عشان ترتوي عليك ان انت تبحث عن مورد ترتوي منه فيحصل لك دا يمومة الوصال مع الله سبحانه تعالى عارفين ايه سبب ارتكابنا للزنوب والمعاصي هو فقدنا للارتواء لما بنفقد المشرب اللي بنحصل منه السعادة في حياتنا نروح ندور على المعاصية عشان نستبدل السعادة بالنشوة واللزة فنحس بالخواء اتعود انك تبحث عن مصدر ترتوي منه ترتوي منه محبة الله وترتوي منه معرفة بالله وترتوي منه الاقبال على الله والتؤكل على الله والتسليم لله فكل ما تحس بالفراغ ترتوي ترتوي بايه مثلا ترتوي بالذكر مثلا فيه ناس بترتوي بالذكر فيه ناس بترتوي بالنوافل فيه ناس بترتوي بالتأمل والنظر في الكون في ناس بترتوي بقراءة القرآن والمناجاء والدعاء وفي ناس كمان بترتوي بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم